هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني المسيحين في الأردن وفلسطين والعالم بالأعياد المجيدة جاء ذلك خلال لقائه رؤساء الكنائس في القدس والأردن وشخصيات مسيحية وممثلي أوقاف القدس وعبر جلالته عن تقديره لتمسك كنائس وأوقاف القدس بالعهدة العمرية والعيش المشترك المبني على أساس الوضع التاريخي والقانوني القائم وأكد الملك الاستمرار بالمسؤولية الدينية والتاريخية في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدفاع عنها بالبداية حبيت أهنيكم وأهني إخواني وأخواتي المسيحيين في الأردن وفي القدس والعالم بالعياد المجيدة وكل عام وأنتم جميعا بألف خير إن شاء الله العام القادم بيكون أفضل وأريح علينا جميعا بالنسبة للوباء وكل الاستعداد بيشتغل معكم بالنسبة لتحديات أمام وصول المسيحيين والمسلمين إلى الأماكن المقدسة في القدس الشريف كل التقدير لتمسك كلاس وأوقاف القدس بالعدة العمرية والعيش المشترك المبني على أساس الوضع التاريخي والقانوني القائم موقف الأردن بالنسبة للمقدسات الإسلامية والمسيحية هذا شرف ومسؤولية أمامي وأمام الهاشميين والمملكة الأردنية الهاشمية واليوم طبعا حبينا أن نسمع منكم ونظن على التواصل إن شاء الله معكم جميعا حتى من جهز حالنا لأي تحديات بـ 2022 وباسمي واسم أهلي وديوان الملكي أي شيء مطلوب من الإخواني اللي يحاضرين اليوم أن نحن على كل الاستعداد فالله يعطيكم العافية وكل عام خير نجتمع رؤساء الكنائس والمسؤولي الأوقاف في القدس أيضا في القصر الملكي لمعاية جلالة الملك عبد الله في مناسبة العياد الميلاد كانت مناسبة رائعة للعائلة الأردنية أن تجتمع معا مع رأس هذه العائلة جلالة الملك لكي يقدم التهاني بالعيد إلى الجميع ولكي يدعم مواقف رؤساء الكنائس وأيضا الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس للحفاظ على المدينة على الوضع القائم فيها على الأماكن المقدسة وهذا دعم ويشهد للعائلة الهاشمية فيه في الأردن ونحن كما قال غبطة البطريارك نقوم برسالتنا في هذا البلد وتستمر المسيرة مع المئوية الأردن نستمر نحن أيضا بالقيام بهذه الرسالة لخدمة المؤمنين ولخدمة المواطنين ولخدمة وطننا هنا في الأردن ترجمة نانسي قنقر